اشتركوا في القناة محرز مرشح لنيل جائزة الشهر في مونشستر سيتي عطى المرشح للتواجد في التشكيلة المثالية للدور الفرنسي فوز غولام ينظم لتدريبة أنجي لعب السياسي ديب يصرح فترة التوقف ستساعدنا كثيرا وعدم استدعاء لشان يؤكد حتمية تحسين مستوي مونشستر يونايتد يستهلف التعاقد مع مهاجم ميلان جيرو انزو فرنانديز يبدي رغبته للرحيل من بانفيكا كلوب يون في أخبار إقناع بلينغ هام للانتقال إلى ليفربول أهلا بكم مجددا في التفاصيل انتلقت اليوم عملية بيع تذاكر اللقاء الودية الذي سيجمع أشبال المدرب مجيد بوغر بمنتخب غانا يوم السبت بملعب نيرسون مونديلا ببراقي بدلا من ملعب ميلود هدفي بداية من الساعة الخامسة على المنصة الإلكترونية تذكرة التي ستسهل على الجمهور الرياضي مهمة اقتناء تذكرة المباراة وسيكون لقاء الخضر بالمنتخب الغاني آخر محطة تحضيرية قبل كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستنتلق بداية من الثالث عشر وبالحدث عن شان الجزائر فند المكلف بالإعلام على مستوى لجنة الشان فريد آيد سعادة الأخبار المتداولة عن إرسال دعوة انديزين الدينزيدان لحضور الحفل الافتتاحي ولقاء المنتخب الوطني أمام ليبيا يوم الثالث عشر من هذا الشهر حيث قال خبروا إرسال دعوة انديزين الدينزيدان التي تدورته العديد من الصفحات لا أساس له من الصحة لجنة الإعلام لديها صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا موقع رسمي وأي خبر جديد سيتم نشره في ورقة محترفين أعلن اليوم نادي مانشستر سيتي عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب خلال شهر ديسمبر الفارد وضمت القائمة اسم قائد المنتخب الوطني رياض محرز رفقة إيرلينغ هالوند وريكو الويس ورشح فريق الأزرق السماوي رياض محرز في قائمة المرشحين للظفر بهذه الجائزة بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع النادي آخرها التمرير الحاسمة أمام إيفرتون هذا ونشر أمس حساب النادي الإنجليزي تغريدة عبر تويتر عن تفوق محرز في بطولة الكؤوس وكتبت ساحر العرب رياض محرز هو هداف مونشستر سيتي في بطولات كأس الاتحاد وكأس كاراباو بمجموع ستة أهداف في خبر آخر كشفت صحيفة لكيبا الفرنسية عن تواجد يوسف عطار في قائمة المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي رغم قلة مشاركاته مع نادي هنيس خلال هذا الموسم بسبب لعنة الإصابات التي تطارده دائما واعتبرت صحيفة لكيبا أن يوسف عطاريوس يعتبر لاعبا متكاملا وهو من بين أفضل الأظهر في الدوري الفرنسي إلى جانب أشرف حكيمي نبقى مع أخبار محترفين حيث شارك اليوم اللاعب الدولي الجزائري فوز غلام في تدريبات نادي أونجي الفرنسي بعد تلقيه دعوة للانضمام إليهم وكان الموقع الرسمي للفريق في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد نشر صورة لفوز غلام وعلق عليها مرحبا بالدولي الجزائري فوز غلام والذي تمت دعوته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق ويبدو بأن فوز غلام يماهد للانضمام الرسمي لأونجي بعد أن كشفت العتيد من التقرير الإعلامي الفرنسي عن استهداف الفريق ضمنه خلال المركات والشتوي بعد فشل سفقة انتقاله لسانت ايتيان نمر لأخباري الكورتي المحلية وفي أخباري النادي الرياضي القسنطيني تحدث لاعب الفريق ذيب إبراهيم للمحترف عن التحضيرات التي يجريها العميد خلال فترة التوقف بسبب شان الجزائر استعدادا لمرحلة العودة مؤكدا بأن الفريق سيعمل على تحقيق الأفضل خلال المباراة القادمة حيث قال حققنا نتائج طيبة في الذهاب وجمعنا 29 نقطة كاملة وحاليا أمامنا قرابة الشهر والنصف من العمل من أجل ضمان أكبر جاهزية لمرحلة العودة علينا الحفاظ على سلاحنا الذي سيجعلنا جاهزين لمرحلة العودة وهو الانضباط أنا متفائل جدا بتقديم مرحلة عودة جيدة لذا علينا أن نجهز للقاء خنشلة جيدا وندخل الشقة الثاني من البطولة بقوة كما شدد اللاعب على ضرورة التنافس بقوة على لقب البطولة حتى آخر لقاء إذ قال أولا يجب أن نؤكد أحقيتنا بالمرتبة التي نحتلها ونحقق نتائج إيجابية في الجوالة الأولى من مرحلة العودة وبعدها يمكن الحديث عن اللقب الأكيد أننا لن نستسلم وسننافس بالوزداد على اللقب لغاية آخر لقاء من عمر البطولة ومثل ذلك سنتعامل مع كأس الجمهورية سنسير هذه المنافسة دورا بدور حتى نذهب إلى أبعد دور فيها وردا على سؤال عدم تلقيه الدعوة لخوض غمار المنافسة القرية بقيادة الكوتش ماجيد بوغر قال ذات المتحدث أي لاعب في العالم يتمنى أن يحمل قميص المنتخب الوطني لا سيما عندما يتعلق الأمر بلاعب منافسة من حجم الشان تمنيت أن أتلقى دعوة بوغر ولكن ذلك لم يحدث ومعنى هذا أنني لم أصل لمستوى المنتخب الوطني وعلي أن أضاعف العمل في مرحلة العودة حتى أستحق دعوة الخضر سأستغل فترة التوقف من أجل تصحيح كل أخطائي وتحسين مستوي حتى أفيد فريقي وأكون جديرا بحمل قميص المنتخب الوطني في أخبار كرة القدمية الدولية كشفت تقارير إعلامية عن دخول لعب ميلون أوليفي جيرو دائرة اهتمام نادي مانشستر يونايتد خلال المركات والشتوي رغم اقترابه من التجديد مع ناديه الإيطالي وحسب ما أكدته العديد من التقارير الإيطالية التي أكدت أن إدارة ميلون لن تفرط في خدمات الفرنسي أوليفي جيرو والذي سينتهي عقده في جوان القادم وستعقد محادثات من أجل الإبقاء على صاحب استوتلتون عاما لموسمين إضافيين على الأقل ويبحث مانشستر يونايتد عن تدعيم خط الهجوم والتعاقد مع بديل كريستيانو رونالدو الذي رحل عن النادي منذ بضعة أسابيع ويأتي الاختيار على جيرو بعد تألقه في مونديالي قطر 2022 وتسجيله لأربعة أهداف في خبر آخر أبدى الأرجنتيني إنزو فرنانديز رغبته في الرحيل عن ناديه بنفكا والانضمام لتشيلسي الذي قدم عرضا رسميا من أجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة ووفقا لما نشره خبير سوق الانتقالات في أوروبا رومانو فقد نقل فرنانديز رغبته لمدربه وإدارة ناديه بشأن الراحيل والانتقال لصفوف تشيلسي كما قدرت تشيلسي وبانفيكا الليلة الماضية بأكملها في المفاوضات دون التوصل لاتفاق نهائي وأضف رومانو عبر حسابه على فيسبوك أن الجميع في انتظار الضوء الأخضر من روي كوستا رئيس بانفيكا من أجل تمامي السفقة ومن المقرر أن تتوصل المحدثات اليوم خاصة وأن اللاعب حريص على تجربة تتحد جديد مع نادي تشيلسي في موضوع آخر نفى الألماني يورغين كلوب المدير الفني لليفربول الأخبار المتداولة عن التقائه مع الإنجليزي جود بلينكهام لاعب بروسيا دورتموند وعائلته لإقناعه بالانتقال إلى صفوف ليفربول خلال الميركات والشتوي حيث قال لصحيفة سبورت بيلد الأسبوعية اليوم أنه لم يجري معه أي محادثات وفي نفس الوقت لم ينكر كلوب اهتمامه بشكل عام باللاعب الشاب وقال هذه الأمور غير صحيحة مطلقا لأنه مرتبط بعقد مع بروسيا دورتموند وهذا الأمر غير محتمل من دون الحصول على موافقة النادي لذا فالأمر غير صحيح وأظاف جود لاعب رائع ونعرفه بالطبع سيكون من السذاجة عدم مراقبته لكن ليس هناك المزيد ليقال في هذه اللحظة الحالية ومن جهة بروسيا دورتموند أكد مايكل المدير الرياضي للفريق بأن الإدارة ترغب في مناقشة مصير اللعب في أقرب فرصة لأنه من المهم لكافة الأطراف أن تكون الأمور واضحة حيث يمتد عقد بلينكهام مع دورتموند حتى 2025 وبالتالي أي ناد يرغب في ضمه سيكون عليه أن يدفع ما يقارب 100 مليون بيالورقة الدولية نصل وإيكم لختم النشاط الرياضية لنهار اليوم وهذا تذكير بما شاهدتم فيها انطلاق عملية بيع تذاكر ودية الخضر ماما منتخب غانا المكلف بالإعلام في لجنة تنظيم الشان يفند أخبار دعوة زين الدين زيدان للحفل الافتتاحي محرز مرشح لنيل جائزة الشهر في مونشستر سيتي عطال مرشح للتواجد في التشكيلة المثالية للدور الفرنسي فوزي غلام ينظم لتدريبات أونجي لعب السياسي ديب يسرح فترة التوقف ستساعدنا كثيرا وعدم استدعاء إليشان يؤكد حتمية تحسين مستوي مونشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع مهاجم ميلون جيرو إنزو فرنانديز يبدي رغبته للرحيل من بانفكا فلوب ينفي أخبار إقناع بيليف هام بالانتقال إلى ليفرتول جمهورنا الرياضي لمزيد من الأخبار يمكنكم الاطلاع على مواقعنا الظاهرة أسفل الشاشة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة